استبعد أن يحصل السيد زيباري على الأغلبية المريحة التي تؤهله لتولي هذا المنصب هناك التنافس حاد وقوة اليطار يبدو الآن هي اتفقت على دعم المرشح الرئيس الحالي السيد برهم صالح والذي هو بالمقاييس السياسية ربما يتفوق على غريمه السيد زيباري لجهة أنه هو مرشح مقبول من أكثر من جهة متصادمة فيما بينها يعني يصلح أن يكون هو مرشح تسوية مرشح لمرحلة قادمة للأسف سوف يحتدم فيها الصراع السياسي أكثر فأكثر بين فرقاء المشهد العراقي وبالتالي في توقعاتي أن يكون السيد برهم صالح هو الأوفر حظا في نيل ثقة البولمان هذا إذا تمت الجلسة وانعقدت لأن هناك احتمال أيضا أن تلجأ قوة يعني إذا بعض القوة خصوصا قوة اليطار ومن يتحالف معها ربما أيضا إذا رأت أن الأمور ستمضي باتجاه يعني هو الشار زيباري له الأفجاحية ربما يعمل على تعطيل الجلسة وعدم احتمال النصاب القانوني اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر